اعلن متحدث باسم الرئيسة في كوريا الجنوبية ان بلاده قررت رفع قضية السفينة الغارقة الى مجلس الامن الدولي واضف المتحدث ان رئيس سيعلن مجموعة من الاجراءات التي ستتخذها سول فضلا عن الخطوات التي ستتخذها على الصعيد الدولي ياتي هذا في محظرة كوريا الشمالية من ان هذا الاجراء سيحول المنطقة الى حرب نفتوحة متهمة الولايات المتحدة بتلفيق الادلة ضدها كان تحقيق دولي قد توصل الاسبوع الماضي الى ان سبب غرق السفينة شعان التابع للبحرية الكورية الجنوبية هو توربيد اطلقته غواصة كورية شمالية الامر الذي وصفه الرئيس ليم يونج باك بالاستفزاز العسكري